السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بأنوان كيفية الغسل إن كيفية الغسل هي أن يقول بسم الله ناويا رفع الحدث الأكبر بالاختسال ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يستنجي فيغسل ما بفرجيه وما حولهما من أذى ثم يتوضأ وضوءه الأصغر إلا رجليه فإن له أن يغسلهما مع وضوءه وله أن يؤخرهما إلى الفراغ من الغسل ثم يغمس كفيه في الماء فيخلل بهما أصول شعر رأسه ثم يغسل رأسه من أذنيه ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يفيض الماء على شقه الأيمن يغسله بذلك من أعلاه إلى أسفله ثم الأيسر كذلك متبعا أثناء الغسل الأماكن الخفية كالسرة وتحت الإبطين والركبتين ونحوهما وذلك لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يختسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحسي رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده هذا الحديث رواه الترمذي رقمه 104 ورواه أيضا أبو داود ورقم الحديث 243 أكذا انتهت حلقة اليوم التي تحدثنا فيها عن كيفية الغسل على أمل أن تكون أفدتكم الحلقة ونلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد شيق ومفيد بإذن الله تعالى